طمأن وزيره السكن والعمران والمدينة عبد المجيط بون مكتتبي صيغة البيع بالإيجار عدل بأنهم سيستلمون مساكنهم خلال ثلاث الأول من سنة 2016 وستبدأ مصالحه بتوجيه المكتتبين إلى مواقع السكن مع نهاية السنة الجرية نحن التزمنا أنه في نهاية 2015 نبدو نوجه المكتتبين نحو العمارات نتاحهم ونحو الشيء اللي مقرر باش يسلم لهم ويدخلوهم إن شاء الله في التولاتي الأول بتاع 2016 الوزير وعاد للحديث عن وثيقتي السلبية مؤكدا أنها كانت مبرمجة ومطلوبة في كل ملفات السكن وفي مختلف الصياغ غير أنه بأمر من الوزير الأول عبد الملك سلال تم تأجيلها مشيرا إلى أن كل المكتتبين وفي مختلف الصياغ ملزمون بتقديم شهادة سلبية للاستفادة الرسمية من السكن ننتعي الوثيقة السلبية هذه هي موجودة بالنسبة للس بي موجودة بالنسبة للبيا وموجودة بالنسبة للديال لكن الوقت بأمر بما تحت إلحاح للمواطنين الوزير الأول أمرنا باش نأجلها بات ما تكونش وثيقة ضرورية لتسجيل وهي لحتي واحد ما يتسجيل نحن نعرف بالليه سرتيفكة نيغاتيف ما يعطوه لكش قبل خمس شهور ست شهور سبعة شهور لأن الورغانيزيزيون تعليل دوماني يسون با انفورماتيزي نحن نعطينا مهلة دروك نعطينا مهلة نسون في مارس نغمزي المهلة تعتمنا شهور باش يجيبونا هذلك هذا وأوضحت بون خلال زيارته التفقدية لملعب خمسة جوليا رفقة وزير الرياضة محمد تهمي أن توزيع سكانت بالنسبة لبرنامج عدل ستكون الأولوية لأصحاب سكانت عدل واحد أما حول توقيت دفع الشطر الثاني لعدل اثنان فرفض الوزير التعليق أو إبداء أي توضيحات وهو الذي سبق له أن أكد أنه لن يتم دفع شطر الثاني ما لم تبلغ نسبة إنجاز سكانت سبعين بالمئة شكرا